السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم طلابنا العزاء بفيديو جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتكلم عن الفصل الرابع بكتاب Academic Writing وهو كتاب الإنشاء بهذا الفصل راح نتكلم عن Descriptive and Process Paragraph راح نتكلم عن الإنشاء يسمى الإنشاء الوصفي شين يعني الإنشاء وصفي؟ يعني نصف به الأشياء حتى هون شكاتب بلك تسكريبت ببارغراف أكسبين how something or something looks or feel إذن هذا تعريف ممكن يجيب صلاح وخطأ فراغات اختيارات looks feel نركز على هايا process paragraph أكسبين how something is done إذن أنا عندي نوعي ثاني من الإنشاء هنا النوعية الأولى هي الوصف Descriptive والنوعية الثانية هي الprocess اللي هي كيف تتم العملية يعني مثلاً أنا أصف رحلتي كيف كانت الرحلة أو كيف كانت مثلاً أو كيف أصف بيتي مثلاً إنشاء عن وصف منزلي أو CRT طيب أما العملية شلون تمت العملية مثلاً على سبيل المثال أنا أتكلم عن عملية قبولي بقسم اللغة الإنجليزية شون قبلتاناً بقسم اللغة الإنجليزية شويت طلعت من السادس وبعدها قدمت وأخذت نصائح من زملائي وبعدها رحت للكلية وكملت الجراءات هاي العملية شلون تمت الجراءات هذا يسميها process طيب طيب هناك شغلة مهمة يقول لك عيني أخوي العزيز بالبداية يقول أكو شغلة مهمة يقول لك هناك صفات عند تكلم عن الإشاء الوصفي descriptive paragraph هاي الصفات ضروري جداً نحفظها أغلبكم معدهم معاني أغلبكم معدهم معاني ضعيف بالمعاني فلذلك أنا أركز أنه أنصح أنه نحفظ هاي المعاني large أغلبكم حتى spelling عنده خطأ يعني أغلب الطلاب أكيد ملكل ولكن أغلب الطلبة عنده حتى spelling خطأ فما يعرف يلفظ مثلاً على سبيل إذا لم أعرف يكتب كلمة مثلاً خليناً نقول كلمة mazed ما يعرف معناه أو ما يعرف spelling ما لتفهم مكان I يحط I مثلاً يخطأ بهاي اللفظ فأتركج لعن ذن الكلمات تحفظ لأن ذن الكلمات تستخدم للشكل والحجم ذن يتستخدم للجول الطقس أكثر شي ذن يتستخدم للتعبير عن المشاعر وهذا يتستخدم للتعبير عن الأبيرانس طيب طيب زين نأتي هنا طبعاً كلمة large كبيرة small لن نقل أجينا كلمة cozy cozy comfortable warm كذلك الكلمات تكون نحاط أنه كتبهم أكثر من مرة نعيد الكتاب عنهم وتدرب عن لفظهم طيب زين يقول where is the descriptive of a place may answer some of these questions يقول إذا تريد تكتب إنشاء عن إيش الإنشاء يكون عن المكان لازم تكتب أولاً مثلاً تكتب عن where is the place وإين هذا المكان إشقد حجمه التقص بذلك المكان كيفه الدافئ بارغ how does a place make you feel why شون تشعر إذا رحت لهذا المكان وليش ما هي الأشياء ممكن أن تراها في ذلك المكان ما هي الألوان التي تستطيع أن تراها إذن هذه الأمور لازم أركز بها عندما أكتب إنشاء عن المكان هذا أكتب مثلاً عن مدينة عن شارع المتنبي طيب شارع المتنبي هو مكان أنا لازم أكتب أولاً وين هذا المكان وين صاير حلو جد حجمه طوله شبير عريض مو بالضرورة كل هنا جوا مثلاً ما أحتاج أنا ألغيها ما أكتب بلنا عادي طيب How warm or cold شغل الجو هناك أكتب يا بتار الجو هيج وهيج ماذا يجعلك هذا الشاعر هذا الشارع يجعلك تشعر أنا حقيقة أشعر بالفخر وأشعر بالعز وأشعر ب يعني مشاعر جميلة جداً عندما أدخل على شارع المتنبي أجمل شارع أجمل مكان بالعرق اللي تعندي عن نفسي How things can you see in this place عفوا What ما هي الأشياء التي تستطع مكاتب مطابع ولا آخره من هذه الأمور ما هي الألوان اللي موجودة هناك كذا أكتب للألوان اللي موجودة هناك اللي ممكن أن تتشوف حلو طيب 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 يقول هنا list somewhere to describe these places هاي الأماكن يقول وليدك توصف هاي الأماكن وريد نوصف هنا وصف نتكلم عنها وإلى آخر هي من هذه طيب نأتي هنا يجوا نقول read this description from travel circle the adjectives أنا عندي هذا نشاء لازم نقرأ ونطلع الصفات اللي بي طيب نيجيريا falls a popular a destination of for thousands of visitors each year is a beautiful place when I stand at the edge and look down at 188 feet of white waterfalls close the tree leads into the fall fast moving then 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 we'll see what can happen happen here the fall and crash to the bottom in the Lord's roar if you want to experience the falls close up go for the boat ride you will come near enough to look at the roaring streams of water and and feel the cool and feel the cool فوركتابل يعني منسي انفوركتابل يعني لا ينسى يعني عالق في الذاكرة الان عنده هاي صفة فهو يريد نطلع الصفات للحظ هذا الانشاء تم تطبيق عليه الأمور التي ذكرناها من قبل طيب وهذا بروشور يعني بروشور هذا البروشور اللي يريد من عندنا أخواننا طلابنا العزاء نقرأه ونطلعه الأمور والصفات اللي موجودة بي فمثل ما تلاحظون طلعنا كلمة بيوتفور اللاحظة انه هنا موجود مكان وين موجود العشاء اللي تصير هناك ومثل ما ذكرت لكم قبل ورجع اقل لكم هون الانشاء مكتوب عن ناجيريا فولس نلحظ بانه بالأخير شوف ايضا كاتب عن نفسه فاذا هاي البداية التوبك سنتنس هاي السبورتينج سنتنس والأخير الختامية فاتب لك صفات هاي الصفات استخدمها لكي تصف اماكن حولك استراد من عدة طلبنا العزاء اخواني نصيحة من اخوكم مو استافكم اخوكم هاي الكلمات جدا مهمة احفظ معانيهن بالعربي واحفظ عليك كل واحدة مثال لا تروح تدور فيديوهات استخداماتين مراحب عندك وقت احفظ عليك كل واحدة مثال طبعا شون تلقاه موجودات بس تكتب الكلمة اكتب مثلا طبعا اكون موقع اسمه sentence com sentence اخر شي com نقطة com هذا الموقع لونه اصفر تكتب الكلمة ينطيك عشرين جمله عليها فمثلا انا اكتب كلمة around around بنت احتاج جمله سهلة between اكتبها مثلا او خلينا نقول اكتب كلمة مثلا خلينا نقول behind اكتب هاي الكلمة راح ينطيني معناها راح ينطيني جمل عليها عفون راح ينطيني جمل عليها عفون فاحفظ على كل جمله مثال هذا الطالب اللي يريد صدق يتعلم ليه افعله متعرف تستخدمها من تحفظ المثال فهي نصيحة لكم يقول هنا read this paragraph and describes some someone's favorite place underline the prepositions لان عندي حروف جر موجودة مستخدمات في هذا الانشاء راح نقراها نشوف خلينا نقرب الصورة اكثر يقول my favorite place to relax is a small coffee down the street from where i live مكان المفضل للاسترخاء او لياخذ قصة من الراحة هو الكوفي الصغير اللي صاير شو ما راح نقول جو الشارع مالتنا يعني اللي يكون قريب على المكان اللي انا هايش به حسا هاي طوبك سنتنس بالبداية راح نجينا اخرى concluding sentences اللي هي جملة المساندة this coffee is a small side street and as soon as you see it اذا بدي يوصف اللي اياه الانشاء اذا هاي الامور هذا الانشاء يفضل انه انا اجي افسخة تفسخ واقعد اقراء على مود افهم شنو هذا وعلى ايش يتكلم وعلى شنو شنو هذا الانشاء اصلا لازم افهمه ليش على مود انا اقدر اكتب انشاء هوا كارتب لي مثلا عن الكوفي انا اقدر اكتب بدل الكوفي اقدر اكتب مثلا خلينا نقول عن المطعم ونفس الصفات اللي موجودتها واغير بها شوي انت تدرب زين اجوز المطعم قريب على الكوفي بدل المطعم اكتب عن المكتبة حلو بدل ما اقول my favorite place to relax is a small coffee down اقول my favorite place to study افضل مكان اليه للدراسة افضل مكان اليه to buy books لكي شراء كتب وابدي اغير عن مكان اليه اشعر بها المكان اليه انا ايش به بدل ما احب بدل ما اسطد بها به ان ادرس هذا الوجب اقول هذه المكتبة حلو او هذا الرسطراند وابدي اغير بالصفات اللي موجوده عندي لحد ما يصبح انشائي مطبوع من عنده نفسه هاده واغير بيه تشعر أن تكون هناك ثلاثة نوافذ بدلا هناك ثلاثة نوافذ أقدر أقول هناك ثلاثة طاولة كبيرة هناك ثلاثة طاولة كبيرة وبدأتكلم وبدأتكلم وكل نافذة هناك ثلاثة نوافذ أغير بدلا تشعر أن تكون هناك ثلاثة نوافذ هناك ثلاثة نوافذ هناك ثلاثة نوافذ خشبي صغير يتفتح يتفتح في الكافي ومثل تفتح في المرة هناك ثلاثة نوافذ تستطيع أن ترا الكثير من المناعة المناعة الطابقة يرغب أن تكون هناك ثلاثة ومحيطة الأشكال والوضاع الموجود هناك تخليك مفتاح I always like to sit at a small table in the corner near the front windows أحب أقود بمكان صغير كرة صغير ومكان صغير بالقرب من النوافذ من الشباح From here I can look at the artwork on the wall and the pretty green plants, planets hanging from the ceiling with a strong cup of coffee and a good book يصف ليون انه الاوضاع يقول انا اقعد هنا وشوف الطل الحلوى وشوف الاخره من هذا الامور اشعر بالسعادة جدا اذا اللحظ انه هاي الجملة الختامية نفس الجملة للأساس شوف بالبداية حشى عن شعوره بالمكتبة بعدين بكتب الجملة المسساندة بعدين خذتها بالانشاء وقال انا اشعر بالسعادة عندما عندما اجلس في هذه المكتبة ننتقل الان الى الانشاء الذي يتكلم عن عملية او عن اداء شيء معين نجعل تعريفة هو وصف هو وصف لي كيف او آلية القيام بشيء معين اذا هو اش يتكلم يتكلم ويوضح حكس بلين يوضح خطوات التي تحتاجها لكي تقوم ب انجاز مهمة او نشاط معين اذا انا عنده نشاط معين حلو الخطوات اللي راح اتبعها للقيام بهذه المهمة هذه الخطوات هي تسمى البروسس براكراف حلو تعرفنا شنوه هذا التعريف يفضل قراءته انسق قراءته طيب زين نرجي نقرأ هذا الانشاء يقول مايكس براون رايس او بريشتابلز انا ايش يتكلم بهذا الانشاء ما لك دا اتكلم عن عملية القيام بطبخة طبقة التمن والخضروات هاي الطبقة اسمها اكيد انا فقافتهم تختلف فسا واحد يقول جاب الخضروات على التمن ايش ها معدهم في الطبقة معينة يعني وكناس سوا يعني كل تعرفون هذا الموضوع حسب الثقافة يعني ناس سوا تمينو مرق شو ما راح نقول تمينو مرق يعني ايش ها معدهم ايضا طبقة طيب خلينا شوفين هاي الطبقة براون رايس and فيشتابلز is a symbol and a delicious meal to make دا يقول من السهل القيام او بدون من القيام من السهل اه وجبة التمن والخضروات هي وجبة بسيطة ولذيذة ومن السهل القيام بها me wants to make اذا من السهل جدا القيام بوجبة الخضروات والرز لان وهي وجبة بسيطة بنفس الوقت طيب اذا راح يبدي ينطينا خطوات لانه انا اشوف الاحظ بانه ب دائما في خطوات لانه اكو تسلسل مهم جدا يعني بهذا يقول فاست اولا لازم تخلي نقطة هنا وتخلي فارزه فاست اولا كوك ذرايس اولا اطبخ الرز زين فالوونج ذا دركشنز ان ذا باكت واتبع الخطوات اللي موجودة عندك بالباكت باكت يعني باكت نفس ثم كت اذا تلاحظ هنا في الامر كت يعني اقطع يعني انا امرك اولا هو شخص يؤمر كت في الامر لانه امر التعليم يعني كت قطع الى قطع صغار ثم سخين الدهن ايل يعني الدهن منفض لانه تجبع من ايل تجبع معنى زيت تجبع معنى نفط هذه بس معنى زيت طيب قطعها و تشيلي صاي اللي هو تشيلي صاي نفسه and garlic in frying pain يقول هاي المكونات اللي قدامنا نقطعهم ونخليهم في الطاوة وجدية الجدية بعد ذلك add vegetables ثم نضيف الغضروات and fry them until they are soft ونخليهم يعني تركهم الحد ما يكونون soft but still a little bit crunchy now that's the time to stir in the cooked rice after frying the rice and vegetables together add salt and pepper pepper to pepper to your own taste then يقول لك يا بسو هاي الأمور ضي فلفل مدري شنو الخطوات كلها يعني يعني الآلية إذا تلاحظ أن هنا في خطوات بعدين عندنا آخر شي finally put the rice ضع التمن والخضروات into a large power and serve it with a fresh topped tomatoes and spring onions on top ثم خلي البصال والملح وإلى آخر مع بعض تر عندك طبقة جميلة إذا لاحظ آخر خطوة finally لازم دائما لو تكتب لي ملاحظ أنه من هذه لكتب إنشاء خصوصا بهذا إنشاء نوع إنشاء حط كلمة finally بالأخير على مدعب أوضح للقارئ أنا رح إن إنشاء ما تي خلي نقطة تنس وخلي الفارز الضروري جدا طيب now you are ready أنت الآن جاهز to enjoy your delicious brown rice and vegetables إذن إذا اللحظ إنشاء هذا مال تي إنشاء أيضا بنفس العنوان اللي بدين بي إذن هذا يبدأ topic sentence وهذا يبدأ الأخير concluding sentence إذا اللحظ أن topic يكون نفس شي ولن نس بأن بأن يتكلمون عن نفس الأمر وآخر شي أنت رأي بها قالوا أن هي جميلة جدا هاي الطبقة وهذه لذيبة وهذه subvortive sentence هي جمل المساندة والجمل المساهدة طبعا هذا تمري حلي يقول underline the topic sentence concluding هذه حدثة ثاني list steps for making اكتب الخطوات الخطوات أصلا نحن وضحنا من first الحد how are the steps and paragraph connected together كيف تم رابطهم أكيد استخدمنا كلمات حتى نرابطهم واللي هما first second وآخر شي finally وآخر شي finally طيب زين الآن اكوش الله مهم جدا هنا خلينا نركز عليه يقول هنا فالشي اسمه transitions شين يعني transitions تعري transitions are word that connected the steps and paragraph هذا كل مهمات للكلمات يسمون transitions هي كلمات نستخدمها بالإنشاء حتى نربطها مع بعض حتى نوضح للقارئ شن الفرق وشن الفكرة ما تلينشاء أمالتي أمالي عندي فارست ثان 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 وآخر هي عندي next ثم عندي then بعد ثالك after وafter that وعندي finally استخدمها وقال the last step أو أقدر أقول آخر خطوة أو أقدر أقول before قبل ذلك أو أقدر أقول while بينما كلمات كلش 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 مهمات نحفظ هنا لازم نعرف شين هو استخدام وانا اعتقد كان أصبح واضحات كلمة first تستخدم بالبداية بعد وراء first أقدر أضيف next عادي أو أقدر أقول first second or third وراء third أقدر أقول next أو then عادي أو after that بالأخير استخدم finally أو استخدم the last step إذا عندي شغلتين تصير مع بعض استخدم الهن while هي بينما بينما تعمل كذا أعمل كذا وإلى آخري إذن هذه الكلمات نحفظها جدا جدا مهمة لو جاء على هذا الإنشاء هذا الإنشاء بسيط جدا يعني أخوان أنا أدري الحلول الموجود لبنهاية الكتاب بس هذا التمرين واجب عليكم اللي أنت قاعد يشوف هذا التمرين بدون غش بالله عليك لا تغش لا تغش حليها ونزليها بالتعليقات أريد أشوف أهجوفك راح تحلى صحل وغلط واللي حل صح أقول صح غلط أقول هذا غلط أو تقدر تروح بعد ما تشوف الحل ونرجع على آخر شي بالكتاب وتشوف حل صحل وغلط أنت لازم تدرب ترجمة نانسي قنقر